اشتركوا في القناة اهلا بكم الى الساعة الثانية من غرفة الاخبار وفي عنوينها طهران وموسكو ودمشق تسوية خلافات او تخطيط للمستقبل عملية تل أبيب الدلالات والتداعيات هذا بالاضافة الى ملفاتنا الاخبارية اليومية نتابعها الان مع يوسف الشريف بدعوة من وزير الدفاع الايراني يحضر كل من وزيري الدفاع الروسي والسوري اجتماعا ثلاثيا لتنسيق في طهران التي تحاول تسوية الجفوة مع موسكو في ميادين سوريا بعدما تسبب سحب موسكو جزءا من قواتها الجوية في انحسار الغطاء العسكري لتقدم القوات التي كانت تهاجم المعارضة في اكثر من جبهة لسيما حلب وهو ما تسبب في خسائر فادح للحرس الثوري لسيما في منطقة خانطمان والاغلب ان الايرانيين سيجسون النبض الروس لمعرفة مدى عمق وتأثير التنسيق الروسي الاسرائيلي على عملياتهم الداعمة لنظام الاسد فضلا عن التأكد من عدم وجود اي اتفاقات روسية امريكية من وراء الكواليس من شأنها تقزيم الدور الايراني في سوريا لمناقشة هذا الموضوع معنا من موسكو رئيسة النادي الدولي للدراسات الشرق اوسطية ماريا دوموبيوكوفا ومن الرياض رئيس وفد المعارضة السورية الى مفاوضات جناب السعد الزعبي كما يسعدنا ان ينضم الى من بيروت الصحفي الايراني علي منتظري نذكر انه بامكانكم المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح اسئلتكم واسف سلاتكم على تويتر وفيسبوك اهلا بكم جميعا الى هذا الحوار في غرفة الاخبار ابدأ معك اولا سيد الزعبي هذا النقاش اذا لقاء ثلاثي ما الذي يمكن نتكهن به اذا النتائج المتلتبة عنها بسم الله الرحمن الرحيم هناك جزئيتين في هذا اللقاء الجزئية الاولى ايصال رسالة اسرائيلية واضحة بعد زيارة نيتنياهو لموسكو مفادها انه يحق لاسرائيل ان تتحرك كيفما تشاء جوا في الاراضي السورية وهذا ما حصل بالفعل قبل اربعة ايام عندما قامت الطائرات الاسرائيلية بقصف مستودعات الفوج 19 جنوب شرق حمص والفرقة 18 وايضا الرسالة الاسرائيلية ايضا تقتضي انه يجب على ايران ان تحترم او تحجم نفسها في سوريا هناك مناطق يجب عليها ان لا تتجاوزها او تدخلها وبالتالي الرسالة الاسرائيلية كانت واضحة تماما لان الطائران الاسرائيلي ليس عاجزا عن تدمير كل القوات الايرانية خاصة القوات القريبة من منطقة التماس لكن ايضا الجزئية الثانية في هذا الاجتماع وحقيقة هناك خسارة كبيرة منيت بها القوات الايرانية والميليشيات الطائفية والنظام في حلف خاصة في الريف الجنوبي وايضا في الريف الشمالي لا تستطيع ايران ان تتحدث عنها لكن تريد ان تحمل روسيا المسؤولية على اعتبار ان الطيران الروسي الذي قام بارتكاب كل المجازر والتغطية الجوية الكاملة ومعروف تماما بالعلم العسكري ان الطيران يقدم تهيئة الظروف لتنفيذ الاستراتيجية او السيطرة الكاملة سواء كانت تكتيكية او عملياتية ولكن يجب على القوات البرية ان تقوم بتفعيل هذا الدور اذا روسيا تحمل المسؤولية للقوات الايرانية وقوات بشار الاسد في عدم الاستفادة من نتائج الضربات الجوية الروسية ولكن ايضا روسيا ايران تريد ان تحمل روسيا الخسارة على اعتبار ان خسارة هناك اكثر من 400 عنصر من المرتزقة الايرانيين والميليشيات الطائفية الاخرى نعم سيد الزعبي اذا رسالتان ربما يمكن استنتاجهما من هذا اللقاء سأتحول بالرسالة الاولى المتعلقة باسرائيل مع السيدة دوبوفيوكوفا مما دارتباط هذا الاجتماع السيدة ماريا دوبوفيوكوفا بزيارة نتانياهو الاخيرة لموسكو ولقائه بالرئيس الروسي العظيمير بوتين لن اقول اننا يجب ان نجد علاقة ما بين زيارة نتانياهو وهذا الاجتماع زيارة نتانياهو كانت تتمة لزيارة التي تمت قبل تسعة اشهر ولمناقشات كسبل التعاون مع روسيا لمواجهة العديد من التهديدات وذلك من منطق الحلفاء ولا يمكنني القول ان هذين الاجتماعين المرتبطان ببعضهما من المؤكد ان الازمة السورية نوقشت ما بين رئيسين الاسرائيلي والروسي لكنني لا يمكنني التأكيد ولست متأكدة من وجود علاقة بينهما او في خلافات ما بين الرئيسين لاننا نعرف ان التصور روسيا واسرائيل مختلفتان لكنني لست متأكدة من انه خلال هذين الاجتماعين اتفق على اي اتفاق فيما يخص الازمة الروسية الروس لديهم العديد من القضايا الاخرى غير سوريا مع الاسرائيليين والمهم بالنسبة لاسرائيل وروسيا هو معرفة كيفية التنسيق وتعزيز التنسيق ما بينهما من اجل مصلحة البلدين لكن لست متأكدة من ان وزراء الدفاع الذين اجتمعوا في تهران سيعطون دول اخضر لاسرائيل لفعل ما يحلو لها لست متأكدة من هذا الامر ولا اعتقد ان ذلك حدث ان اسرائيل كما تعلمون سيدة بيوكوفا سيدة بيوكوفا اصبحت واضحة هذه النقطة دعيني اشرك في هذا الحوار سيد منتظري في بيروت سيد منتظري لروسيا خلافات حسب تقارير عديدة مع ايران او ربما العكس ايران هي من لديها تحفظات وربما يعني اراء يعني مختلفة عما تقوم به موسكو في سوريا بعد هذا اللقاء الثلاثي هل يمكن ان نشهد تعاونا اكثر مما هو تنافس على سوريا بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم ونحن نتمنى نحاية معصاد الشعب السوري وان شاء الله نشاهد في شهر رمضان الكريم المبارك انطلاق الدخان الابيز من الاراضي السورية من شان وصول الى الحل السياسي ونحاية معصاد الشعب السوري وكل الشعوب في المنطقة بالنسبة لحد الاجتماع الثلاثي بين ايران والسوريا وروسيا في تهيران اعتقد هناك بحسب البيان الصحفي الوزير الدفاع الايراني هناك كان توجه شديد الى موضوع الحدنة التي استقرت قدة شهور قليلة جدا بين جيش السوري وخلفاء في سوريا مع المجموعات المسلحة على الاراضي السورية اعتقد هذا الموضوع هو الموضوع الرئيس في الاجتماعات الثلاثية بما انك تذكر هذا الموضوع الرئيسي سيد منتظري بما انك تذكر هذا الموضوع الرئيسي قضية الهدنة لماذا يعلن وزير الدفاع الايراني الان وافقت ايران على وقف اطلاق نار مضمون لماذا في هذا التوقيت ما الذي تغير على الارض لا لا هذه ليس صحيح بس انا بحسب قراءتي كصحافي ايراني اولا عندما روسيا طالبت اجراء وتنفيذ الحدنة في سوريا الجانب الايراني وافق على الموضوع والحكومة الايرانية وافقت مبدئيا على موضوع الحدنة في سوريا من اجل وقف صفك الدماء في سوريا ولكن هناك في قراءات مختلفة خلال شهرين اخيرين نحن شاحتنا بعد الحدنة هناك كان العمليات الاسكرية مكثفة جدا من قبل المجموعات المسلحة في سوريا زد الجيش السوري او زد القوات المتحالفة مع الجيش السوري على الاراضي السورية ونحن شاهدنا العمليات الاسكرية في خانتومان وبعض مناطق في ريف الحلب الشمالي من هذا المنطلق هناك في قراءات مختلفة وعتقده بعد هذه التطورات هناك في تراجم من قبل روسيا منشان قراءات الهدنة وقاصة هناك كان زمن محدد من قبل حكومة روسية من أجل المجموعات المسلحة من شان الانضمام إلى مجموعة التي ستحارب المجموعات الإرهابية حسب تصنيف الأمم المتهدة وعتقده بحسب الرؤية الروسية هذا الوقت انتهى من هذا المنطلق الجلسة الثلاثية الاجتماع الثلاثي اليوم إن أقد في تهران لم يكن محادثات سياسية لأن هذا الموضوع يتعلق بالديبلوماسيين الروس أو إيراني أو سوري هذا الموضوع كان اجتماع عسكري أعتقد من هذا المنطلق يجب أن يكون قراءات عسكرية من هذا الاجتماع الثلاثي ولا أعتقده هناك في مثل إرسال الرسالة الإسرائيلية بالتجاهي دعني أتناول دعني أتناول القراءة العسكرية مع سيد أسعد الزعبي هل يمكن الاستنتاج من خلال هذا الاجتماع بأن الحل العسكري تقدم على الحل السياسي أكثر من أي وقت مضى سيد الزعبي بالتأكيد أختي الكريمة ما تحدث به زعيم العصابة بالأمس بشار عندما خطب في مجلس الشعب الجديد أعلن أنه لن يكون هناك أي حل سياسي أو مفاوضات قبل القضاء على الإرهاب يعني القضاء على الشعب السوري بكامله هذا من وجهة نظريه وهذا ما تؤيد وأيضا حتى روسيا يعني عندما تحدثت قبل أيام أنها يجب أن تنفصل الفصائل المعتدلة عن جبرة النصرة وإلا سوف تقوم بقصف معروفة روسيا أنها قتلت آلاف السوريين بذريع الداعش واليوم تقتل آلاف السوريين بذريع النصرة وبالتالي لم تتخلى عن إرهاب ضد الشعب السوري ما تشاركها في نفس العملية هي القوات الإيرانية هناك خسارة كبيرة للقوات الإيرانية في حلب هناك مفاجأة بالأعمال القتالية بريف حلب كان من المتوقع أن تسيطر الميليشيات الطائفية والإيرانية وقوات عصاب بشار الأسد على حلب خلال هذه الفترة لكنها منيت بخسارات كبيرة كان لديها هجوم ثاني بالغوطة الشرقية لكنها أيضا لم تستطيع ذلك وبالتالي هناك إعادة تقييم للوضع العسكري وكما تحدث من بيروت نعم طالما مجتمعين قادة عسكريين إذن القضية تتعلق بتحليل وتقييم وتقويم الوضع العسكري الوضع العسكري بالنسبة للقوات الإيرانية والميليشيات الطائفية مزري تماما منيت بخسائر كبيرة من الثوار وبالتالي تحاول لأنهم مصممون تماما على السيطرة أو احتلال سيد زعبي هم يحملون بشكل أو بآخر الطرف الروسي من عدم وضع ثقله يعني في معركة حلب برأيك هل أقنع الإيرانيون الروس بوضع كل ثقلهم في هذه المعركة في الفترة المقبلة أعتقد أن الروس لم يتدخروا حقيقة أي طريقة من طرق القتل والإرهاب حتى المشافي الميدانية أحياء حلب بالكامل دمرت لم يبقى فوق الأرض شيء ما دمر لم يستخدموا فقط طريقة الأرض المحروقة بل قلب الأرض ما بعد الحصاد إذن هناك نوع من الملاومة نوع من تحميل كل من هذه الأطراف إلى الثاني لآخر قضية الخسارة ولذلك ربما هناك تخطيط لعمل عسكري جديد سيد زعبي يعني محاولة عذرني خد نفس لأنه عندك كحة أعطيك فرصة فقط لاستعادة أنفاسك سأعود إلى سيدة دوبوفيوكوفا لنتحدث عن هذه النقطة بالتحديد سيدة دوبوفيوكوفا برأيك إلى أي مدى أقنع الإيرانيون الروس في هذا الاجتماع بوضع ثقالهم في معركة حلب أنت تعرفين بأن الإيرانيين حملوا بشكل أو بآخر الروس يعني تلك الخسائر التي منيوا بها في خانطمان مؤخرا أولا حلب قضية كبيرة وهي تؤرق الكثيرين لكن الروس وكما رفضوا كل الاتهامات التي وجهت إليهم فيما يخص استهداف المدنيين والمستشفيات من قبل أنقرة أعتقد أنه من الصعب فهم من هو المسؤول ميدانيا في هذا النوع من الهجمات والدربات وأعتقد أن هناك تركيز الآن على حلب لكن لماذا لم تتحدثوا عن الرقة لأنه في جميع الأحوال لا يتعلق الأمر فقط بالصدامات بين بشار الأسد والمعارضة وإنما مواجهة داعش والرقة كما تعلمون بعد تحرير تدمر فهي تظل مكانا مهما لتحريره إذن روسيا الآن مهتمز أكثر بتحرير الرقة بدلا من الحديث عن حلب حلب مهمة بنسبة لبشار الأسد وهو يلعب لعبة خطيرة في هذه المدينة الروس مهتمون أكثر بالرقة كما قلت لست متأكدة من أن أي أحد يمكن أن يقنع روسيا بأن تشدد وتكثف هجماتها وعملياتها لتحرير حلب لأنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل الدول مثل الولايات المتحدة وروسيا وللدفع باستناف المفاوضات وما إلى ذلك ومن الخطير أن نقول إن دمشق تحاول الدفع نضرائها للقيام بشيء ما في تجاه معين ولذلك فإنني أقول إنني متأكدة أن التركيز سيكون على رقم قبل روسيا وليس على حلب هذا ما نحن متيقونون بشأنه وكما قلت حلب لا أعرف إن كان أحد يمكن يقنعه أن يقنع روسيا بالقيام بذلك مفهوم سيدة ماريا نعم إذن الرقة ربما هي مركز الثقل والاهتمام بالنسبة للروس نعود إلى يوسف نريد أن نتعرف على آراء المشاهدين حول هذا الاجتماع الثلاثي وملامح المرحلة المقبلة عسكريا على الأرض من المشاهدين هناك اهتمام وتعليق على أن ربما موسكو باتت الآن في وجه المتصدرين لحل الموضوع السوري لذلك يبدو هذا الاهتمام بها على تويتر بعض المشاركات نستعرضها سريعا ماجد غرد قائلا روسيا أدركت أن إيران لعب أساسي في سوريا وبالتالي لا بد من اتفاق معها على ملامح المرحلة المقبلة تفاهم روسي إيراني خلدون يقول هذا الاجتماع ينفي كل ما قالته روسيا عن مصير الأسد ويؤكد أنها تدعمه بتأييد إيراني موضوع التنسيق الإيراني الروسي مهم لأنه كان في حديث عن مشاكل بين الطرفين ربما معاذ نختتم بتغريدته الولايات المتحدة رفعت يدها عن الأزمة السورية والحل الآن بيد روسيا وإيران وما يؤكد ذلك زيارة نتانياهو إلى موسكو هذه زيارة ربما التي تحدثتم عنها في البداية وأن نتانياهو عندما يريد أن ينسق في موضوع سوريا يذب إلى موسكو ويتحدث عن سوريا وليس مع الولايات المتحدة نقطة ربما مهمة طرحها بعض المشاهدين إليك فضيلة شكرا يوسف ذكرت طبعا الولايات المتحدة وكيف أن البعض يعتقد بأنها رفعت يدها عن الملف السوري لكن بالنسبة لك سيد منتظري إلى أي مدى يبدو التوجس الإيراني من حدوث تفاهمات أمريكية روسية على سوريا من وراء ظهرها إلى أي مدى يبدو في هذه الصورة في المجمل أنا لا أعتقد هناك في تفاهمات روسية أمريكية من وراء إيران ومن ظهر إيران وبطبيعة الحال إيران حاليا تكون اللائب الأساسية في سوريا والمنطقة وعندما هناك بيكون نوع من التحالف في سوريا بين إيران وروسيا بطبيعة الحال هذا التحالف موجود في كل المنطقة يعني في الإيران ودول أخرى في المنطقة ولهذا السبب عندما الروسية دخلت إلى تفاهمات سياسية مع أمريكا يعني مارست هذا الموضوع هذا السياسي تقريبا حوالي خمسة أشهر الأخيرة وخاصة بحسب الرؤية لدى الحكومة الروسية هناك كان من الضروري جدا استقلال الوقت مع الرئيس أوباما لوصول إلى حل سياسي ولكن بعد اجتماع الفيين الأخيرة وبعد اجتماع الجنب وبعد المماثلة الأمريكية بحسب الرؤية الروسية يعني على الحل السياسي وانخراط الأمريكي في شمال سوريا خاصة في محافظة الحسكة ومنطقة الرقب وتواجد القوات الأمريكية من شان الدخول إلى الرقب بأن أثبتت حاز السياسي بأن الروس لا يستطيع أن يرتكز على السياسة الأمريكية في هذه المنطقة لهذا السبب إذا كان هناك تفاهم أمريكي روسي على سوريا إيران كانت على علم بالنسبة لهذا الموضوع وحاليا عندما فشلت عمليا السياسة الروسية في استقرار الحدنة في سوريا وهناك في تنسيق مع إيران وخاصة اليوم كما قلت هناك كان تسريب من قبل وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان هو الموضوع الحدنة بأنه حدنة نع إيران مع الحدنة بشرت عدم تقوية المجموعات المسلحة داخل سوريا ولكن التنسيق الروسي الأمريكي حاليا بيكون من أجل عدم المواجهة بين القوات الأمريكية وخاصة القوات الجوية الروسية وقوات الجوية الأمريكية وخاصة خلال يومين أخيرين وخلال الأيام الأخيرة نحن نشاهد هناك بنفس الوقت وفي ساعة معينة هناك في تواجد الطائرات الروسية على الأراضي السورية وهناك في تواجد الطائرات الروسية بنفس الوقت وفي هذا الإطار فيني أقول إذا هناك حاليا في شيء بسم تنسيق أمريكي وروسي يكون من أجل أدم المصادمة أي مواجهة غير مرتقبة بين القوات الروسية والقوات الأمريكية على الأراضي السورية ولكن التفاهم السياسي الروسي أعتقد انتهى لأن هناك ما في قرار سياسي من قبل رئيس أوباما وما في قرار نهاي لأنه لا ندري إلى أي مدى سيوافق السيد هذا الموضوع يمكن يعجل إلى الهكومة الأمريكية سنرى سيد متضري مع سيد الزعبي إلى أي مدى يوفقك الرأي يعني إلى أي مدى بأن هذه الصفقة الروسية الأمريكية حول سوريا لم تعد ممكنة وإن كانت ممكنة هل يمكن أن تأتي فعلا على حساب المصالح الإيرانية ما رأيك سيد الزعبي أولا سأرد على المحدثة من موسكو لأقول أن الرقة لا يمكن ولا تستطيع روسيا أن تقترب من الرقة لأن الرقة من نصيب أمريكا وقد صرحت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بعد التنسيق بين النظام وداعش وانسيحات داعش من تدمر وكان هناك نية القوات الروسية مع قوات النظام بالتوجه إلى الرقة لكن جاء القرار أمريكي بمنع التوجه إلى الرقة أما عن قضية بالتأكيد روسيا وأمريكا التفقان لا يهمهم مصلحة إيران ولا يهمهم مصلحة سوريا الاتفاق بينهم ومصالحهم هي قبل كل شيء وبعيدا عن إيران ولا يكترثان لا بالمصلحة الإيرانية ولا بالقرار الإيراني ومن هي إيران بالنسبة لهما يعني عملين عندما يجتمع هاتين الجبارين تعتبر إيران أداة تنفيذ وحاليا حقيقة إيران هي أداة تنفيذ من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة هي آلية الإرهاب التي تتنفيذ إرهاب في اليمن في سوريا في العراق في لبنان لمصلحة أمريكا ومصلحة روسيا ولذلك من يقطف ثمار هذا الإرهاب هي روسيا وأمريكا ولذلك على إيران تكون أداة كما هو نظام بشار الأسد نظام عبادي وكذلك نظام علي عبدالله صالح إذن القضية بالاتفاق بين روسيا وميركا اتفاق قديم واتفاق أزلي هما ليس بحاجة لإيران أو غيرها لكن يحتاجون إلى إيران وغيرها من تلك الدول التي تستطيع أن تستجيب مباشرة لقضية تنفيذ إرهاب هنا وهناك إيران وغيرها أما أن يتفقان بعد مشارة إيران يعني هذا حقيقة كلام ولكن سيد الزعبي ربما يكون ولكن على رغم ما تقول هناك من ذهب بالتحليل بأن الاجتماع جاء لوضع استراتيجية عسكرية لمرحلة ما بعد الرقة ما رأيك؟ استراتيجية عسكرية لحلب الرقة كما ذكرت لك خط أحمر الرقة لوك المتحدة الأمريكية من حقها ومن نصيبها ولن تسمح لا لإيران ولا لروسيا بالاقتراب من الرقة وهذا متفق عليه منذ أكثر من ستة شهور وقد صرح بذلك وزير الدفاع الأمريكي شكرا سيدة الزعبي دعني أعود إلى سيدة دوبيوكوفا هل تعتقدين سيدة دوبيوكوفا أن السلطات الروسية أو السورية عفوا أصبحت أكثر اطمئنانا للحليف الروسي أكثر من الإيراني كونه كما يقول البعض أكثر حيادية في هذا الصراع المذهبي في المنطقة يمكنني القول إن روسيا تلعب دورا مختلفا تماما في هذه القصة بأكملها لأن روسيا في البداية وتدخلها في البداية كان يهدف إلى خلق توازن بين قوات دمشق والقوات المعارضة أنه كما تعلمون روسيا تدخلت قبل سقوط دمشق بأسبوعين والآن حددت وقيدت من تدخلها وهي تركز على الجهود السياسية والديبلوماسية وتدفع بكل الطرق والوسائل والسبل المتاحة من أجل دفع بالأطراف جميعها إلى احترام الهدنة وكذلك تنسق مع الحلفاء الأمريكيين من أجل وصول إلى اتفاقات لتعزيز الهدنة ووقف العملية العدائية أما إيران فهي قصة مختلفة إيران لم تتدخل في المفاوضات والجهود الدبلوماسية كما فعلت روسيا إيران تدخلت ميدانيا في سوريا وهذا ليس الأمر ليس الأمر سيان بالنسبة لروسيا روسيا تركز على ضربة الجوية وفي الوقت ذاته نحن نوعا ما نسعى إلى أن لا يكون هناك تداخل في دورنا ويمكن القول إنه إذا أردنا التحدث عن أدوار الملعوبة يمكن القول إن كل طرف يلعب دورا مختلفا تماما وهناك الكثير من التعويل على روسيا بالنظر إلى الدعم التي تقدمه روسيا في سوريا ودورها في تغيير قواعد اللعب ودورها ديبلوماسيا وسياسيا من خلال دفعها إلى استئناف المفاوضات والمحادثات وهذا الوضع الإقليمي هذا بفضل روسيا بدون هذا الجهد الروسي ما كان هذا ليحصل وهذا المسار الديبلوماسي والسياسي ليحدث في الوقت ذاته يمكن القول إن إيران أمرها مختلف لأن حلفاءها مختلفون نوعا ما بالمقارنة مع روسيا والأسد قال بشكل واضح لا يمكن فعل أي شيء على الوضع والسياسة الوضع الدولي ولذلك يمكنني التأكيد على أنه إذا أردنا أن تحدث عن الجهود ديبلوماسية فلا يمكن مقارنته بما فعلته إيران روسيا له دور أكبر ديبلوماسي وسياسي بالمقارنة مع إيران سيد منتظري ما مدى المخاوف الإيرانية المتعلقة برد الفعل التركي وتطوراته العسكرية على الأرض مع ما يحدث في منبج من قبل طبعا الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية موضوع التدخل التركي في سوريا دائما بيكون محل توجه خاص من قبل إيران وهناك فيه دائما استشارات بين حكومة إيرانية والحكومة التركية حول هذا الموضوع وكما تعرفين من حوالي أربع سنوات هناك صار إجماء سياسي بين إيران وتركيا وعندنا علاقات الثنائية بين إيران وتركيا ضروري لن تتعثر بالملف السوري ففي هذا الإطار نحن نشاهد علاقة الثنائية بين إيران والسوريا مع كل الخلافات الكبيرة جدا موجود بين إيران وتركيا حول سوريا لكن علاقات بيكون متوازنة الثنائية جيدة جدا ولكن موضوع التدخل السوري تدخل التركي في شمال سوريا وخاصة في شمال حلب وبتبئة الحال إيران تعتقد سيكون لها إنقاسات خطيرة جدا في المنطقة ويمكن تعثر على توسيد دعائلة الحرب في المنطقة وتعثر على كثير من الملفات في منطقة الشرق الأوسط ودائما هناك خلافا لما يقال بأن ما في تنسيق بين إيران حول الملف السوري ولكن دائما هناك مفاوزات بين إيران والاستشارات بين إيران جارية بين إيران وتركيا حول الملف السوري منشان تخفيف الأزمة السورية وأعتقد هناك بعض نتائج سياسية في هذا المجال ولكن موضوع التدخل التركي في شمال سوريا علاقة بالخطة الأمريكية في منطقة رقق إذا هناك بيكون قرار أمريكي منشان السيطرة على رقق كما يقال بعض المحللين فبالتابعة لهذا الموضوع يعثر على دور تركي في شمال حلب وهذا يكون نوع من الإجماع السياسي وعسكري وخاصة بعد التدخل التركي والتواجد القوات التركية في شمال سوريا نحن نشاهد هناك أنه في خطة عسكرية تتمحد منشان الشهر المقبل وشهرين المقبلين ولحاظ السبب نحن نشاهد هناك بدل أن يكون خطة سياسية شاملة لحل الأزمة في سوريا هناك تمهيد لخطة عسكرية كبيرة جدا في سوريا يمكن تعدي على تعزيم الأمور في سوريا وعدم الوصول إلى الحل السياسي في سوريا على كل هذا الموضوع سوريا هناك صار إجماع سياسي كما قلت واتفاق سياسي بين إيران وتركيا حتى هذا الموضوع لن يؤثر سلبا على العلاقات الصناعية بين إيران وتركيا عود إليك سيد الزعبي تقدم العسكري على الحل السياسي في الفترة المقبلة كيف يؤثر عليكم في المعارضة السورية هل يناسبكم هذا الوضع الذي احتدت فيه المعارك على الأرض واختلطت فيه المصالح أيضا أولا الرد بنقطة واحدة كما تحدث محدثك يقول أن التدخل التركي سوف يكون له تداعيات خطيرة إذن ماذا يمكن أن نسمي الإرهاب الإيراني والتدخل الجيوش الإيران وجيوش روسيا وأفغانستان والعراق وحزب الله وكل هؤلاء الإرهابيين مرتزقة ماذا يمكن أن نسميهم أو ماذا يمكن أن نقول عن تداعياتهم ثانيا أقول الكريمة يعني النظام سقط خمس مرات أنقذوا في المرة الأولى الإرهابي وحزب الله ثم العراقيين والأفغان والإيرانيين والروس ونحن الآن إن شاء الله نقول للجميع روسيا هزمت وسوف تهزم تماما في سوريا وأعتقد ما حدثه كيري للافروف عندما حذروا من وقوع في المستنقع السوري نعم صحيح والثورة السورية هي في انتصارات الثورة السورية تتقدم وأقول لك بكل صراحة يعني كمقارع أسكري الثورة السورية الآن في لحظة من لحظات النشوة والانتصار في لحظة من لحظات التقدم وأعتقد أنه سوف يضطر الروس ومعهم الإيرانيين لطلب الهدنة أو لطلب المفاوضات السياسية وهم غير جادين طبعا يعني نحن بالثورة السورية عاملنا من أجل الحل السياسي وتشكلت الهيئة العليا للحل السياسي ودفعنا وذهبنا من أجل الحل السياسي ولكن الجميع يرفض يعني روسيا وإيران والنظام ولكنهم يسعون للحل السياسي عندما يشعرون بالهزيمة والخزي والعار وأنت تعلمين والجميع يعلم في كل يوم صناديق خشبية تحمل مئات الجنرال الإيرانيين مدعوسين تحت أقدام الثوار إما باتجاه روسيا أو باتجاه إيران يعني هذا الواقع في سوريا ونحن نظن أو ربما نخمن أنه ربما يلقى الجيش صيني أو جيش كوري الشمالي إلى سوريا ولذلك نحن نعتمد تماما أن الثورة منتصرة والثورة مستمرة ولن يثنينا عن متابعة الثورة والشعب في الداخل هؤلاء هم يحملون هذه الرسالة لن يثنينا عن متابعة الثورة أي تدخلات وأي قوة في العالم مهما كانت شكرا جزيلا لك أسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جناف من الرياض الشكر أيضا لماريا دوبوفيوكوفا الشكر أيضا للصحفي الإيراني علي منتظري من بيروت شكرا لكم